النهاردة هنعمل وصفة أنا بحبها جداً هي كسرولة الدجاج بس المميز فيها إن احنا هنعمل معاها البسكت أو البسكوت ده اللي هو بيبقى لزيز جداً وبيتباع في بعض المحلات اللي بيبيعوا الفراخ اللي بتبقى مقلية مقرمشة بيتباع معاها مرات كده زي بسكت بسكوت كده بيكون مال هو اسمه بسكت بسهو مش بسكوت المهم ده بيبقى طعمه لزيز جداً فحنعمله النهاردة وحنقدمه بطريقة لزيزة أول حاجة عشان نعمله خلينا نقول وصفة البسكت نفسها اللي هي عبارة عن 2 كوب دقيق معلقة صغيرة بيكينج باودر ومعلقة صغيرة بيكينج سودا رشة ملح 100 جرام زبدة كباية لبن ومعلقة كبيرة خل ونص كباية جبنة شادر مبشور واثنين معلقة كبيرة بقدونس أول حاجة هنعملها هناخد الخل اللي عندنا وحنحطه مع اللبن وحنسيبه شوية يتخصر علشان خاطر هو دي الوصفة عايزة اللبن ده ودلوقتي خلينا نحط المكونات الجفة مع بعضها عندنا الزقيق والبيكينج باودر والبيكينج سودا هنخلطهم مع بعض يعني الطبق ده بوصفتين لأن ممكن المسكوت اللي هنعمل بيسكت ده اللي هنعمله دلوقتي بتقدروا تعملوه لوحده خالص من غير ما تحطوه فوق الفراخ زي ما احنا هنعمله وبتقدموه مع الفراخ مثلا المحمرة اللي بتبقى مقرمشها زي ما المطاعم بتعمل فيه فاحنا النهاردة هنعمل وصفتين في طبق واحد دلوقتي هحط شوية ملح طيب دلوقتي عايزة احط الزبدة بس الزبدة هحطها ازاي فرق مش عجل فرق والزبدة لازم تكون سقعة وحبتدي افرقها مع الدقيق اللي عندي هنفرقها كويس لغاية ما نحس ان كل الدقيق تداخل كده مع الزبدة خلاص كده انا مبسوطة من الزبدة والدقيق مع بعض هنبتدي نحط الشايفين ازاي بيتخسر شايفين بيبقى ازاي عامل هو ده انا عايزة يكون كده هنحط كمان الجبنة وهنحط البقدونس كده ابقى انا عجنت عجينة البسكت بتاعتي دلوقتي بقى خليني اسيبها شوية ترتاخ على ما نعمل الخلطة بتاعتنا بتاعة الفراخ هنحط شوية زيت علشان نحمر البصل الاول على ما نحط الفراخ معاه مكونات بسيطة جدا هي عايزين سدور فراخ بصل كباية من البسلة والجزر كباية مشروم كباية درة معلقة كبيرة زبدة ومعلقة كبيرة زيت عايزين معلقتين كبار بقدونس وعايزين كباية كريمة معلقة صغيرة بشر لامون وهي دي كل المقذير اللي هنعوزها عشان نحطها تحت البسكوت المالح بتاعنا بس زي ما قلتلكو البسكوت احنا النهاردة حطينه في الطبق كده حركة بس هو ممكن يتقدم لوحده خالص جنب اكلات تاني وهحط معاهم الفراخ الاول وبعدين هحط البصل موسيقى 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 وهخليها بستغلي كده غلوتين وبعدين هحط البقدونس هنحط دلوقتي بشر بشر الليمون ونحط البقدونس وكده نبقى خلصنا الخضار بتاعنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة